مرة أخرى تستهدف الشرعية في عمق سيطرتها والمعلومات المتوفرة حتى الآن أن صاروخاً استهدف اجتماعاً لوزير الدفاع وقيادات عسكرية يمنية وأخرى من التحالف وبحسب وكالة الأنضول نقلاً عن مصدر عسكري يمني أن انفجاراً وقع أثناء الاجتماع مضيفاً أن المجتمعين ناجوا من الانفجار الذي وقع بالقرب منهم في نفس المقر فيما قتل اثنان من الجنود الذين يعملون في حراسة الوزارة ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها قيادات الشرعية العسكرية في مأرب ومع كل مرة يتساءل البعض إلى متى سيظل الرهان على الحظ في نجاة المستهدفين ولماذا ترتضي قيادات الشرعية أن يظل الخطر على بعد كيلومترات قليلة منها لماذا أبقي على السيطرة الحوثية في خاصرة مأرب تساؤلات كثيرة تثار حول الحادثة والإجابة عنها لها علاقة بأسلوب إدارة الشرعية للمعركة مع الميليشيا إذن لا أحد في مأمن من الخطر تلك الرسالة التي وصلت اليوم فكيف سيكون رد وزارة الشرعية المطالبة أكثر من أي وقت مضى بإعادة تقييم الوضع وتغيير موازين القوى وإبعاد الخطر